السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كديري اللبس عليكم أتمنى تكونوا بخير وعلى خير الفيديو ديال اليوم هو كيفاش تختار وتشريد عرك في السكن الاقتصادي في الفيديو السابق قدرنا على المرحلة ما باعتراق الشق في الفيديو هنرجع اللور كيفاش تختار الشقة ديالك في السكن الاقتصادي والخطوات ديالها من الالف الى الياء خليكم معنا وركزهم زيان من بعد ما كتير الاحجاب ديالك واحد المشروع دي السكن الاقتصادي اللي عرفتي عن تاريخ الاشهر ولنصحكم بيه شي واحد اول حاجة خاصكم بديرو هي تمشيوا لمكتب البيع الهدف من مكتب البيع هو التعرف على المعلومات ديال المشروع هاد المشروع واجد وكامل وتقدر تسلم على الفور ولا هاد شي مبيوع وخاصك تسنو تشري في البلان شنو هو المتراج وش حال المساكن غيكون في العمارة شنو هما المرافق والبنية التحتية المتوفرة وش خلنا هي الشركة ديال السانديك وش حال خاصك تخلص عليه نبدأ باهم الامور اللي خاصك تركز عليهم في الاختيار ديالك اول حاجة هي الموقع انت ما عجبك هاد المشروع الا وعجبك هاد الموقع ولكن خاصك ترد البال ره دارور يكون هاد المشروع وصل المدينة وحسايا لكان في الضحية خاص وصائل النقل يكونوا متوفرين وخاص يكون الامان بمعنى وش كال البوليس وش كال الجوندار ووش قرابلك واهم حاجة هي البيئة اولادك فين غادي يكبرو ومع من غادي يقراو ومع من غادي يتعاشر ثاني حاجة هي البنية التحتية هاد المشروع وش كيتوفر على مدرسة مججد صيدلية متاجر تجارية مستشفى حمام وثائل نقل الى غيرها من الامور الضرورية لحياتنا ثالث حاجة هي الشركة المقاولة هاد الشركة خاصة تكون معروفة ومعتمدة من طرف الدولة وتكون عند اتفاقية معها على الدعم ديال القيمة المضافة وهاد الشيك يضمن لك عدة امور اللي الشركة كتقدمها لك كوعود في اللولة وكتبعد عليك بزاف ديال المشاكل اللي تقدر تطيح فيهم من بعد كالنصب رابع حاجة هي السانديك شركة السانديك مهمة جدا خاصة تكون معروفة ودات صمعة طيبة حيتي هي اللي كتضمن لك الاستمرارية ديال بزاف الامور المهمة لحياتك من هالجردة هي اللي كتكون مكلفة بلجة اللي كتكلفو بها الناس ديال النظافة الناس ديال المنتنونس مثلا ديال السانسيخ الى كانت كتتوفر علي العمارة ديالك وبزاف الامور المهمة اخر حاجة هي اختيار الطابق والواجهة كيفما نعرفون من الاحسن اختيار الطابق الاول او التاني حيث فيهم بزاف ديال الامتيازات من اهمها انك مكتعانيش مع المشاكل ديال الدروش واخي يكون للاسانسيخ يقدر واحد نهار يطر عاطب فاش كنقول للاسانسيخ راكينين ديور ديال الساكل الاقتصادي اللي كتوفره على للاسانسيخ حاجة اخرى هي المشكلة اللي كتوفره على للاسانسيخ حاجة اخرى هي المشكلة الصاد اللي كيجيك من السطح الى كنت في دار عالية والبرودة اللي كتجيك من الارض حاجة اخرى هي صدع الصنقة والمشاكل الصرف الصحي والعكس صحيح النقطة الاخيرة هي الواجهة ضروري انها الدار تكون مهوية وتكون مشمشة هادشي للصحة ديالنا ودابا وصلنا لشيق التاني من الفيديو واللي هي إجراءات شراء الشيقة الى تبين باللي المشروع واجد ويقدروا يسلموك الشيقة كندوزو المرحلة التانية وهي المعاينة من اللي كتختار وكتقتنع بالشيقة اللي بغيتي كندوزو باش نعبدو تصبيق باش دير الغزيرفاسيون ودلك الشيقة اللي بغيتها وهد المرحلة قدر عد النوطير تابع للشريقة المقاولة اللي شريتي من عندهم التصبيق كيختلف من شطر الشطر ومن طابق لطابق وهد النقطة مشارقة ما بين قاع الشريكات الشوقاق اللي كتكون كتشوف الشريع واللي كتكون في الطابق الاول والثاني في الغالب كيكون كتر من باقي الشوقاق من اللي كنا نعطى تصبيق للنوطير كي عطينا الوعد بالبيع والمرحلة الجاية هي الخلاص واشا تخلص كاش ولا بسلف بنكي في حال تخلص كاش النوطير كيوجد لك التوصي كتعطيه أتعاب ديال واللي خاصتك تفاوض مها عليها قبل واللي في الغالب كتكون قل من الناس اللي شاريين بسلف من بعد كتمشي المكتب البيع كتخلص السان ديك وكتاخد صورتة ديالك ومبروكالك في حالة السلف غتمشي عند البنك من الاختيار ديالك واللي خاصك تفتح فيه حساب وتدفع فيه الوعد بالبيع وتعمر الطلب ديال السلف واللي في الغالب كيجاوبوك في مدة من عشر ايام لخمستاشر يوم إلا تقبل الطلب ديالك كتجي تاخد الشيك ديالك وكتنيق على اتفاقية اللي كتطرق لعدة الأمور من أهمها شحال المدة اللي غدي يتخلص فيها وشحال غدي يكون في الدفوعات من بعد كتخلص التأمين اللي كيختلف من البنك الآخر وفي الغالب كيكون من خمسة الاف تبسة الاف درهم تقريبا الشيك كيت تعطنه طيره هو الأتعاب دياله اللي كيفما قلنا خاصك تفاوض معاه فيه من قبل واللي في الغالب الأمر كيتراوح من الخمستاشر الاف تلعشرين الاف درهم وهو كيتكلف بباقي الأمور القانونية وفي الغالب في ظرف أسبوع كيغيت لك يقول لك رادوصي ديالك واجد من بعد كتمشي المكتب البيع كتعطيهم ورقات كتاخد ويرتاتك وضروري تخلص صندك أخر مرحلة من الضروري أنك خاصك تدخل الماء والكهرباء وتدير الكارت ناشونال على العلوان للشقة جديدة ديالك وهاكا نكونوا سلينا الفيديو ديالنا كنتمنى الفيديوين الإعجاب ديالكم وتكونوا سافتمونوا وترقبونا الفيديوهات الجايين ومتنساوش تدعمونا بالاشتراك والجارس وشكرا لكم